السلام عليكم هذا الفيديو الثاني في سلسلة فيديوهات شرحة كورس FortiGate Firewall Version 7.0.5 نتحدث عن تطور الفيراول كان بدايته فيين وصل فيه لحد الوقت الفيراول كان في الأول هو ما يسمى بالترانسبيرنت والفيراول ده يعمل يعني بيأكت زي بالظبط كأنه فبالتالي هو مش بيفهم قريبهات بيقدر يعمل للترافيك لحد لير 2 بما ان هو مش بيفهم قريبهات فبالتالي ما يقدرش يعمل لاوتينج ما يقدرش يعمل وما يقدرش برضك يعني ما يكونش مثلا زي الروتر لكل انترفيس ممكن تكون لان معينة لان الانترفيس بتاعتهم ما بتاخدش قريبه ما بتقبلش قريبه زي زي بالسويتش لير 2 طيب بنعمله منجمنت زي بنعمله منجمنت زي بالزبط بنضيف له اللي يبتدي اللي احنا نعمله منجمنت عن طريق اللي اللي ده طيب بتطور بقى اللي حصل في الانترنت وبقت الانترنت تزيد والتاكس تزيد فبعد اقول له هما يوصلوا للفرست جينيشن والسكند جينيشن او ما يقعب بالترديشن الفرق طيب الفرست جينيشن ده كان بيشتغل لحد لير 3 والسكند جينيشن ده لحد لير 4 بس هما تقريبا نفس الكنسيبت يعني كانوا بيقدروا اللي هما نقول اللي هما بيقدروا يوركوا لحد لير 4 ہیں بيقدروا يعملوا الناتنج بيقدروا بيقدروا يعملوا الناتنج رواتنج بيقدروا يعملوا بيقدروا يعمله بس مش بيقدروا ييتشتغلوا 22 الطيب المياهات والبورتنات والبورتوكول والاكشن فالرو مسلا بقول انه عندي شمكة كذا فريحة الديستيينات sanctions كذا على ديستينيشن بورت مثلا وليكن 80 بتكون مثلا تيسي بي أو يو دي بي الأكشن ألاو طيب فبالتالي أنا هنا حددت الديستينيشن بورت بتاعي 80 فأي شبكة هتكون طلعة على بورت 80 أنا هعمل لها ألاو طيب ماذا لو في حد طلع مثلا على بورت 50 أو على أي بورت تاني هيتطبق عليه طبعا ببقى هنا فيه الإمبليست ديناي أو هيتطبق عليه هل أنا حددت مثلا ببقى ما عندهش قبل كيشن هل أنا حددت البورت ثمين ده هينقل إيه هل هينقل مثلا دي اني اس ترافرك هينقل دي تشي بي ترافرك هينقل ليه بالظبط لا ما حددتش فبالتالي ممكن الهكر يلعب حتة دي اللي هو إيه اللي هو يشوف بطريقة ما يشوف ايه عند البرت المفتوحة ويبتدي اللي هو يخش عن طريقة يعني مثلا هو مثلا هينقل مثلا Used مثلا عن طريق بورت 70 وأنا هنا سامح بس بورت Brady 80 فبالتالي يتميطه دينار إلا لو هو عدد الذي هو بطريقة ما يغير يعرف ايه لبرتات ال المفتوحة عندي ويبتدي المعموله الأكل incluي ويبتدي الذي هو يغير البرت بتاعه فيبتدي الذي duas يحدد من الـ Firewall لان اصلا انا محددت البيوتامين ده هينقل ترافيك نوعه ايه وصلنا للـ Utm Firewall or Unified Trade Management وده كان الـ Benefit بتاعه الي هو بيورك الـ Yared Seven خلينا نقول كده عبارة عن جهاز بيقدر يعمل كذا حاجة فيقدر يشتعلك Firewall كVBN كIPS IDS بيقدر يشتعلك Anti-Virus كanti-Spierware كميل فيلترين و كلاود طيب ده جميل جدا هو قدر يعالج المشكلة دي ازاي زي ما قلنا هو دلوقتي بدأ اللي هو يشتغل على الابليكيشن او ما يعب بالسيفس فبالتالي انا مثلا لو عندي جهاز انا مثلا عايز اعمل اللاو لشبكة معينة رايح لجهاز او شبكة معينة رايح لمكان معين انا بحدد البورت وبحدد مع الابليكيشن فبالتالي انا مثلا بقول له والله بورت 80 ده هينقل HTTP تمام فبالتالي الهكر مش هيقف اللي هو يلعب في الحتة دي زي ما كان بيلعب في الفايروول يعني مش هيقدر مثلا اللي هو يشوف البرت اللي مفتوح عندي ويبتدي اللي هو يخش عن طريقها لان في الاخر انا محدد ان البرت ده بورت 80 ده هينقل HTTP فبالتالي ما يقدرش اللي هو يلعب في الحتة دي اللي هو يشوف البرت او الكلام ده اه طيب هل Unified Thread Management كان ليه عيوب اه ايه العيوب اللي فيه بما انه هو زي ما قلنا اللي هو يعني بيقدر يعمل كذا حاجة مع بعض فبقى عندنا Single On Point Filial يعني بكل بساطة انا عندي فايروول بيشتغل كانتي فيروس بيشتغل كويف فيلترينج كميل فيلترينج كفايروول كفيبي ان بالتالي ده لو وقع يبانى كل البوينت دي انا خسرته فبالتالي اه دي كان من العيوب بتاعته من العيوب بتاعته برضك يعني بكل بساطة اه احنا قلنا اللي هو بيقدر يعمل كذا فهو يشتغل كماته فكل لما احنا بينزود الفيتشر يعمل استهلاك للبروسيسنج او بيعمل استهلاك للسي بيو بتاعي وللرام بتاعتي فحرفيا زي ما نقول بيأكل الهاردوين فبالتالي كان بيحصل كونسيومي جلوس بتاعتي برضك حاجة اسمها البوتن نيك ايشوز ودي اه يعني زي اختناء كده بيحصل للفراول لانه هو هيهند الكمية الترافق كتيره وبيشتغل وبيقدم كذا فيتشر فبالتالي ممكن يحصل له اختناء هو برضك كان يعتبر له يعني اه متقدم الاول اسلية اه اسلية الى الاسلية والميديا بزنس طيب ظهر بقى النيكسجنو فايروول والنيكسجنو فايروول هو يعتبر سيملر او لليو تي ام يعني هو شابه جدا بس ويزليميت فيتشر يعني الفيتشر بتاعته قال النيكسجنو فايروول بدأ اللي هما يعمله فوكس اكتر على الحاجات المهمة زي الانتي فيروس الابليكيشن كنترول الديب باكت نسبكشن يعني بدأ اللي هما يركزوا على الحاجات المهمة قوي مش اللي هو مش انا هقدم سيديوشن فيه كل الفيتشر والكلام ده طيب ده الكلام اللي هو الكلام النظري الباح طيب عايزين اللي هو نفهم الموضوع اكتر خلينا نقول ان مش كل الشركات بتقدر انها تتحمل تكلفة حماية كل الجوانب الخاصة بيها من الاتاكس ومن الثريدز يعني عشان لو عندها كزا بوينت هي حاسة اللي هي هتجيلها منها فريدز او تجيلها منها اتاكس فهي مش كل الشركات تقدر اللي هي تبي او تدفع التكلفة اللي تقدر تحمي بها كل النقط ده عشان كده بيكون حل زي اليوتي ام هو الحل الافضل بالنسبة لها ليه لانه هو وان سيديوشن وان سينجل ابلاينس يقدر اللي هو يعمل لها بروتكت من كزا من كزا بوينت فتقدر اللي هي تأمن الشركة بتاعتها باقل تكلفة فزي ما قلنا هو بيوفر لك بيوفر لك حماية للثريدز المعروفة زي الفيروس الورمز السبايوير وكمان برضك للنتروك اتاك زي الدينايل اوف سيرفز اتاك او الديستبيوت الدينايل اوف سيرفز اتاك او السيكوال انجيكشن او يعني بقية الاتاك فهو بيجمع ما بين السيكيورتي والبروفورمانس والمانجمينت في وان سينجل ابلاينس وبالتالي ده بيقدي لتكلفة ده بالنسبة ليه اليوتي ام ويعني كان في البداية زي ما قلنا هو مخصص للشركات الصغيرة اللي مش عايزة تدفع كتير او هي مش قادة تدفع كتير معروف الوقت بدأ المنظور من ناحية اليوتي ام يتغير وبدأ يحصل فيه اكتر وبدأ الشركات الكبيرة كمان تبصلوا ان هو ده الحل الامثل بالنسبة لها لان هو اقل تكلفة وبدأ اللي هما بناء على التطوير ده بدأ اللي هما يحلوا مشاكل زي السورس كونسيومينج اللي هو بقى خلاص بقى فيه تطوير بدأ بقى فيه تطوير في الهردوير بدأ اللي هو الهردوير يقدر اللي هو يبدأ عنده الكابابلتي او القدرة اللي هو يستحمل كمل الفيتشري اللي عليه دي بدون اي مشاكل في الحقيقة يعني خلينا نقول ده ما عجبش بعض الشركات فبدأ اللي هي يعني تظهر او يظهر مصطلح جديد وهو النيكس جينيرشن فايروول وكانت اول شركة تطلع بالمصطلح ده كان بالو قضل فالنيكس جينيرشن فايروول هو في الحقيقة مش بيختلف عن يوتي ام بس بيتم تقديمه عن يعني بيتم تقديم ان هو ده الحل الملائم للانترترايز نتوüğك يعني مش ديتم لا احنا هنقدمنكم سيليووشن نيكس جينيرشن الفايروول وهو ده الحل الملائم جدا للانترترايز نتوüğك فزي ما نقول الفرق بارده من بين النكس g نيرشن وkteehام في الممارسة العملية مفيش اي اختلاف مفيش اي فرق ببانهم مفيش اي فرق بينوا لا النيكس جينيرشن ويقوموا بنفس لأن التقنيات المستخدمة أصلا في الاتنين هي نفسها بشكل أساسي جدا يعني نفس الكنسبت بتاع الانسبكشن هو هنا هو هنا نفس الكنسبت بس دايما زي ما قلنا بيتم تصنيف الوتيم على أنه هو بيدي أداء أقل من الانسبكشن فيه بس مش ده الحقيقة قوي لأن الاختلاف زي ما قلنا هو اختلاف في الماركتنج بس يعني مصطلح جديد عشان أقدر لأنا أخلي الانتر برايز تبتدي اللي هي تشتري حاجة جديدة فالشركات زي ما نقول يعني أن هي قالت أنها هتقدم الانتر برايز نتورك عشان الوتيم ليس هينفع عشان المشاكل اللي احنا قلناها طيب فورتيجيت بقى عملت ايه فورتيجيت قايت لك بص أنا هتدم الانتر برايز نتورك ده الانتر برايز نتورك وهقدم لك عليه زيادة ثريد برايز نتورك وهقدم لك عليه الانتر برايز نتورك ده as a stand alone أو يعني as a one solution ولو أنت بقى شركة كبيرة يعني لو أنت مثلا شركة مثلا لا هي عندها مثلا ميل سيرفر أو بتقدم مثلا كلاود تبع الميل سيرفر فأكيد طبعا أنا يعني أنت لوجيك أنت مش هتروح تشتري فياول يقوم لك بكل مهام دي أنت عايز حاجة مخصصة جدا أو specific لموضوع الميل فلترينج أو الويف فلترينج فبالتالي تيجي بقى للحلول بتاعتها اللي بتقدمها لك بتقدم لك مثلا ويف فلتر أو فورتيويب يعني هنا مثلا أنا عندي هنا لو عندي ميل سيرفر فأنا أكيد مش روح أجب لها فورتيجيت والفورتيجيت ده يبتدي بقى يشتغل كذا حاجة مع بعض لا لأن أنا ههندل كم كبير جدا من الميل فبالتالي لأ الفورتيجيت مش هينجع في الموضوع ده فبدأت اللي هي تقول لك خلاص أنا عندي ميل اسمه فورتيميل ده تقدر تستخدمه في موضوع الميل سيرفر طب لا أنا عندي بقى ويب سيرفر وهيبقى كل اتفك بتاعي ويب تمام مش عايز أمنع أبليكيشن مش عايز نسبكشن أنا عايز كل اللي أمنعه اللي هو أعمل اللي هو أعمل الاسمكشن للويب ترافيك خلاص يبقى أنت ممكن بدل ما تشتري فورتيجيت لأ أنت ممكن تشتري الفورتيجيت يبقى الخلاصة أن فورتيجيت هي هندلت موضوع ده بطريقتها قلت لك أنا هتديك الفورتيجيت ده هيبقى فيك كل الفيتشور وطبعا هو هيأكت بهاي بيفورمانس أعلى من الUTM وفي نفس الوقت أنت بقى لو شركة كبيرة خالص ومثلا هي مش عايزة كل السيليوشن اللي في الفورتيجيت هي عايز سيليوشن أو سيليوشن محدد زي مثلا الويب الويب فلترينج أو الميل فلترينج أوكي أنا عندي ستاند ألون ديفايس يقدر اللي هو يشتغل أز أفورتي ميل أو يشتغل أز أفورتيجيت وفي نفس الوقت أنا ممكن أعمله إنتجريشن مع الفورتيجيت لو أنا عايز أو يعني بعندي نتورك سيليوشن أعمل لهم إنتجريشن مع بعض ده باختصار كان التطور اللي حصل في الفيررول وإيه الفرق ما بين اليوتي ايم فيررول والنيكترينج فيررول وهل في فعلا كبير ولا لا لو في أي أسئلة أو أي حاجة ممكن يعني تشوفوا في الكومنت وأنا هرد عليكم سلام عليكم شكرا